السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم طلاب السنوات المعدنية تخصص الحديد المجهول والانشاءات المعدنية وتخصص الاساس المعدني والصياغة والمعدن النهاردة هناخد مع بعض حلقة للصف الثاني هناخد مع بعض استكمال للي احنا قلناه في حلقة مركز السقر كنا اتكلمنا قبل كده وعرفنا اهمية انك تجيب مركز سقل شكل او جسم قدامك وقلنا قبل كده في التعريف ان احنا عندنا مركز السقل هو نقطة بتبقى موجودة بداخل الجسم بيمر بيها وزن الجسم كله او بيمر بيها المجموع مساحياته او حجومه لو انا باخد مركز السقل بالمساحيات او بالحجوم تعالوا كده مع بعض نشوف او نستذكر كده مع بعض الاشكال ومركز سقل مركز سقل المربع مركز سقل المربع احنا قلناه هو نقطة تقاطع القطرين مركز سقل المستطيل هو نقطة تقاطع برضو القطرين مركز سقل المسلس قلنا انه هو بيبقى نقطة طلاقي منصفات الاضلاع برؤوسه يعني بيبقى عندي تلت من القاعدة وتلتين من الايه من رأس الايه من رأس المسلس هو تلت الارتفاع من القاعدة او تلتين الارتفاع من الايه من رأس المسلس تمام يعني زي ما انت شايف كده قادي المسلسة هوت وقادي منصفات الاضلاع متصلة برؤوس المسلس كلها تقاطعت زي ما انت شايف هنا في نقطة 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 بيطلقوا فيها كلهم النقطة دي بتبقى تلت الارتفاع كله من عند القاعدة والتلتين بتوع الارتفاع بيبقى من رأس المسلس زي ما قلنا الشكل التاني هو الدايرة والدايرة زي ما احنا قلنا قبل كده مركز ثقلها هو مركز الدايرة نفسه هو مركز النقطة اللي بنبدأ نركز عشان نبدأ نرسم الدايرة بتاعتنا زي ما انت شايف كده النقطة ميم هنا هي مركز الدايرة وهي مركز ثقل الدايرة طيب تعالي ناخد مثال بقى كده عشان نشوف ونستكمل الامثلة اللي احنا قلناها في الحلقة السابقة مثال اربعة احنا كنا اخدنا تلت امثلة المرة اللي فاتت هناخد النهاردة مثال اربعة مثال اربعة بيقول ايه بيقول لي صفيحة رقيقة من المعدن منتظمة السمك على شكل مربع الصفيحة دي الف بي جيم دال طول ضلع المربع ده او طول ضلع الصفيحة دي اتناشر سانتي طيب ومثبت عليها من على احد جوانبها احد جوانب المربع او احد اضلع المربع مسلس بيه هيه الف ارتفاعه ستة سانتي اوجد بعد مركز ثقل هذا الشكل هذا الشكل كله يعني المربع بالمثلس الاتنين اللي ايه اللي مع بعض عايز اجيب بعد مركز ثقل اللي ايه الصفيحة بس منين من رأس المثلس من رأس اللي ايه المثلس علشان نحل المثال ده لازم الاول ارسم المثلس طيب تعال كده نشوف ادي احنا بدأنا نرسم المربع المربع ده هو الف بيه جيم دا وبعدين بنبدأ نقول الابعاد بتاعته وارسم بعد كده من على احد الجوانب بتاعته احنا قلنا الف بيه هيه صح كده ها الايه المثلس الموجود على احد اضلع المربع بعد ما رسمت الشكل ببدأ اعمل ايه ببدأ اشوف محور التماثل هل ليه محور تماثل يعني هل فيه خط كده منتصف كده بيقسم الشكل الى اتنين والشكلين متماثلين بالزبط زي بعض اللي فوق زي اللي تحت فعلا هو ليه شكل متماثل الشكل او المحور التماثل دا هيوفر علي كتير جدا هيخليني اجيب العزوم حوالين محور واحد او عند نقطة واحدة مش هيخليني اجيب المحور الايه المحور التاني يبقى طالما فيه محور تماثل عندي يبقى انا بالشكل دوت ايه هجيب عزم الايه عزم الاشكال او المساحات الموجودة عندي على محور او على نقطة واحدة طيب تعالوا نشوف هنبدأ الحل ازاي اول حاجة بعملها انه بجيب مساحة الايه مساحة المربع كم مساحة المربع اش هو قال المربع ده 12 في 12 يبقى عندي ها مساحة المربع 12 في 12 بيساوي 144 تمام طب بعد مركز ثقل المربع ده قدي ايه لحد النقطة هيه اللي هو رأس المثلث اللي قال لي عايز ها مركز الثقل بيبعد عن النقطة هيه قدي ايه ها هبدأ انا اقيس مركز ثقل المثلث هنا ها كام من اول هنا لحد طول الضلع المثلث الضلع المربع 6 نص الـ 12 بعد كده الارتفاع بتاع المثلث 6 كمان يبقى كام يبقى 12 سنتي يبقى 6 زائد 6 يساوي 12 سنتي طيب الشكل التاني شكل التاني بيقول لي المثلث مساحة المثلث اللي عندي كام نص القعدة في الارتفاع فزكاة القعدة عندي هي طول الضلع المربع لو 12 سنتي يبقى نص في القعدة اللي هي 12 في الارتفاع اللي هو 6 يعني 6 في 6 بيساوي 36 سنتي متر مربع طيب يبعد قدي ايه مركز الثقل عن النقطة هيه مركز الثقل احنا قلنا خلي بالك لسه مقلين من شوية ان مركز الثقل بتاع المثلث بيبقى 3 من القعدة وتلتين من رأس الايه من رأس الايه المثلث يعني هيساوي تلتين الستة مش اللي ارتفاع عندي ستة تلتين بقى من اول ايه من اول مركز الثقل المثلث لحد النقطة هيه يبقى بيساوي كام هيساوي 4 سنتي طيب انت كده جبت المساحات جبت مساحة المربع وجبت مساحة المثلث طيب وجبت بعد مركز ثقل المربع عن النقطة هيه وجبت مركز ثقل المثلث عن النقطة هيه هنعمل ايه بعد كده قطوة تلتة هقول مجموع المساحات الموجودة عندي كام المساحات الموجودة عندي كام مساحة الكلية مشانا عندي مساحة المربع 144 ومساحة المسلس 36 يبقى المساحة الكلية عندي كام 180 سنتيمتر مربع وابدأ اخد عزوم الشكل بمساحاته يعني ايه بمساحاته يعني انا هقول ان المساحة عندي المساحة هي كتلة الشكل او وزنه لما ابدأ اقول هنا مساحة الشكل في ايه في بعض مركز ثقلها عن النقطة اللي باخد عندها العزوم هناخد العزوم حول النقطة هي اللي هو اللي عايز اجيب بعض مركز ثقل الشكل كله عنها هبدأ كده اقول النقطة هي ها اسبتها كده عندي بمحور واقول مساحة الشكل في بعض مركز ثقل الحد الحد النقطة هي تعالوا نشوف هنعملها ازاي اول شكل عندي المربع فبنقول مساحة المربع كام مساحة المربع 144 مش 12 في 12 144 تمام في بعض مركز ثقل المربع لحد النقطة هي كام سنتي 12 سنتي يبقى 144 في 12 بعد كده زائد بالاضافة يعني هنا اضافنا مش مش قطعنا من الشكل لا ايه ده احنا اضافنا له اضافنا له ايه اضافنا له المسلس اللي قدامك ده طب المسلس اللي قدامنا دوت مساحته كام 36 سنتي متر مربع في بعض مركز ثقلوا عن النقطة هي ليقولنا 32 الارتفاع الارتفاع عندي 6 ها 32 هيبقى 4 يبقى 36 في 4 كل ده بيساوي ايه بيساوي المساحة الكلية اللي هي 180 في سين طيب واحد يقول لي اشمعنا سين ليه ما قلناش هنا صاد ليه قلنا سين هنا ما قلناه صاد قلنا سين هنا لان انا بمشي بعد كده على محور السينات على محور الايه السينات يعني الافق ده شكل او او المحور الافق ده بعد عليه بعد على محور السينات طب امال لو انا هعد على ها المحور الرأسي يبقى انا كده بعد على ايه على محور الصادات يبقى انا كده ها هنا بقول ايه بقى ببعد ببعد ها يبقى بعد ببعد عن النقطة ايه يبقى بعد كده على المحور الافق يبقى انا بضرب في سين يبقى 180 اللي هو بمساعة الشكل كله في سين طيب تعال نشوفه نخلص الشكل عندي هنا 180 سين بتساوي 144 في 12 1728 زائد 36 في 4 ب144 يعني 180 سين بتساوي اجمالي ناتج الرقمين دول مجموع الرقمين دول هيساوي 1872 يبقى هنا سين بتساوي كام يبقى سين هنا هتساوي 1872 على الرقم اللي مضروب في سين اللي هو 180 يعني سين هتساوي كام 1872 على 180 يعني بيساوي 10 واربعة من عشرة سنتي عشرة واربعة من عشرة سنتي معنى كده ان مركز سقة للشكل كله هيبعد عن النقطة هي مسافة 10 سنتي واربعة من عشرة طيب تعال لكده نعد كده ها نقول هنا ايه ادي كده 6 لحد ايه لحد المربع الارتفاع بتاع المسلسة هو 6 بعد كده ها اربعة سنتي وكام واربعة من عشر اربعة سنتي وايه واربعة من عشر وابدأ اخذ الخط اللي قدامك ده المنقض ده واقول تقاطعه مع محور التماثل يبقى هو ده نقطة مركز السقل اللي موجود عندي ولو انا عايز اعمل بقى اقول احداثي مركز السقل عندي اقول احداثي مركز السقل هيساوي كام ها سيم بتساوي عشرة واربعة من عشرة تمام وساط بتساوي نص الارتفاع نص الايه الارتفاع لو عند محور التماثل عند محور الايه التماثل لو ستة سنتي يبقى زوج مرتب كده بيبقى بيمثلي احداثي مركز السقل للشكل لو عشرة واربعة من عشرة سنتي ده بالنسبة لسين وستة سنتي بالنسبة الى صد طيب تعال اخذ مثال تاني بشكل تاني الشكل اللي قدامي بيقول الشكل الموضح وبارة عن مستطيل المستطيل قلب به جيم دال طوله اتناشر سنتي طيب تمام اتناشر سنتي يعني طول بتاع المستطيل اتناشر والعرض بتاع المستطيل عشرة سنتي سبت عليه مسلس رأسه هي وارتفاعه سبعة ونص سنتي يعني تلحم فيه مسلس تمام ها رأسه ايه ارتفاعه بقى من عند ضلع المستطيل لحد الرأس سبعة ونص سنتي ثم عمل او تم عمل ثقب داخل المستطيل الزقب ده نص القطر بتاعه يبقى انا كده هاخد الايه هاخد من المستطيل مساحة يبقى هطرح من المستطيل مساحة مساحة ايه مساحة دايرة هو بيقول لينا تم عمل ثقب يعني دايرة داخل المستطيل نص القطر بتاعه كام ثلاثة ونص سنتي ويبعد مركزه عن جيمدال كام خمسة سنتي اوجد بعد مركز ثقل الشكل عن رأس المسلس النقطة هي طيب علشان احل المثال دوت او الشكل ده لازم الاول ارسمه ارسمه بايه بنفس الابعاد اللي ده هاني هرسم الاول المستطيل بتاعي 12 في 10 سنتي 12 في كام في 10 سنتي وبعدين على احد اضلاعه زي ما كان المربع كده في المثال السابق هرسم مسلس على احد اضلاعه ادي المسلس اهو رأس المسلس هي هي ارتفاع المسلس 7.5 سنتي طيب ونبدأ ناخد او نشيل بقى من الايه من المستطيل المساحة اللي تم ها تم ايه تم اقتطاعها من هنا هي عبارة عن دايرة نص قطرها 3.5 سنتي طيب بحيث انها بيبعد المركز بتاعها عن ايه ها عن الضلع جمدال او عن ضلع المسلس دا 5 كام 5 سنتي 5 سنتي طيب تعال نشوف كده يتحل ازاي المسلس يتحل ازاي المثال دا المثال دا يتحل ان انا عايز اجيب مركز ثقل الشكل ها بعده بعد مركز ثقل دا عن النقطة هي عن النقطة ايه عن النقطة هي تمام هجيبه ازاي اول حاجة بعملها ان بجيب المساحات بتاعة الشكل كل اول مساحة عندي هي مساحة المستطيل مساحة المستطيل كام 12 ف 10 ب120 سنتي متر مربع طيب بقى دا مركز ثقل المستطيل عن النقطة هي كام خلي بالك بقى نص ال 12 6 ها صح كده مش مركز ثقل المستطيل دا هو نقطة ايه نقطة طلاق القطرين ونقطة طلاق القطرين دول ها بتنصف ايه بتنصف الطول وتنصف العرض فزا كان العرض 12 او الطول عندي هنا 12 يبقى نصه كام 6 طب ادي 6 وعندي 7 ونص ها اللي هو الطول ايه او ارتفاع المسلس عندي يبقى 13 ونص سنتي يبقى بعد مركز ثقل المستطيل 13 ونص سنتي عن النقطة هي طب ادي الشكل الاولان الشكل التاني بيقول لي هنا مساحة المسلس مساحة المسلس الموجودة عندي كام هو المسلس دا قاعدته كام 10 سنتي يبقى قول نصف القاعدة عن النصف عشر في الارتفاع كام 7 ونص يبقى نصف عشر بخمسة في 7 ونص ها يبقى هيساوي كام هيساوي 37 سنتي ونص سنتي متر ايه مربع طب يبعد قد ايه مركز ثقل المسلس عن النقطة هي هيبعد قد ايه ها يبعد مركز ثقل تلتين الارتفاع فاذا كان الارتفاع كله 7 ونص سنتي يبقى تلتين الارتفاع كام 5 سنتي 5 ايه 5 سنتي تمام شكل التالت وخلي بقى لك بقى الشكلين الاولانيين كانوا شكلين ايه شكلين ها مفيش فيهم ايه مفيش حاجة تطرح منهم دول شكلين سبتين اما الشكل التالت اللي هو الدايرة اللي هو دي اللي تقطعت بقى من المستطيل دي اللي هتتحسب بعد كده بالايه بالحزف يعني تحسب بالسالب بعد كده طب تعال نشوف هنا شكل التالت الدايرة مساحة الدايرة بتساوي ايه 22 على 7 الهيطاه في 3.5 في 3.5 الهيطاه ناق تربية يعني بيساوي كام بيساوي 38.5 سنتيمتر مربع طب بعض مركز ثقة للدايرة عن هيه كام تقدر تقول لي طب تعال نشوف كده هو انا من اول ضلع المستطيل ده لحد مركز لحد مركز الدايرة كم سنتي شواء الهولي هنا تحت هنا خمسة سنتي اه خمسة سنتي تمام طيب يبقى انا خدت من ال 12 سنتي اللي فوق خمسة سنتي لحد مركز الدايرة يبقى كام بقى لحد ها نهاية الايه نهاية المستطيل هيبقى سبعة سنتي طب سبعة سنتي لحد نهاية المستطيل وسبعة ونص لحد النقطة هيه يبقى بعد مركز ثقة للايه الدايرة دي هيساوي ايه بقى لحد النقطة هيساوي ايه هيساوي سبعة وسبعة ونص هيساوي 14 سنتي ونص طيب المساحة الكلية للشكل بتساوي ايه المساحة الكلية بتساوي ايه هتساوي مساحة المستطيل اللي هي المائة وعشرين زائد مساحة المسلسة اللي هي 37 ونص ما تروح منها مساحة الدايرة اللي تشالت من الايه من المستطيل اللي تفرغت من المستطيل اللي هي 38 ونص يعني بيساوي كام هيساوي 119 سنتيمتر مربع 119 سنتيمتر ايه مربع ادي المساحة الكلية طيب باخذ العزوم حول النقطة ايه يعني ايه اخذ العزوم عند النقطة ايه ناخذ العزوم عند ايه يعني بقول كده اول شكل عندي اللي هو المستطيل مساحته كام 120 في بعض مركز ثقلوا لحد النقطة ايه قلنا 13.5 زائد مساحة المسلس 37.5 في بعض مركز ثقل لحد النقطة ايه 5 سنتيمتر ناقص خلي بالك بقى هنا ايه قلنا ايه قلنا ناقص لان الدائرة هنا مطروحة تم اقتطافها او تم اقتطاعها من الايه من المستطيل يبقى 38.5 لان مساحة الدائرة في بعض مركز ثقلها لحد النقطة ايه تمام كده كل ده بيساوي ايه هيساوي 119 سيم 119 سيم طيب اجمالي الشكل ده تعال نشوف كده 120 في 13.5 ب1620 زائد 37.5 في 5 ب187.5 ناقص ها 38.5 في 14.5 ب558 و3 من 10 كل ده بيساوي 119 سيم طب شكل كله لما اجي اجمع بقى وخلص الشكل ده كله كده او 119 سيم يبقى سيم بتساوي ايه هتساوي 1049 و2 من 10 على 119 اللي هي مضروبة في سيم يعني بتساوي 10.5 سنطي 10.5 ايه سنطي ويبقى كده الشكل الموجود عندي يبعد مركز سيقل يبعد مركز السيقل عن المحور ها هي او عن النقطة هي على محور التماسل على بعد كام 10.5 سنطي ولاحظ انه بعد على السينات بعد على المحور الافقي يعني بعد كده على الايه على السينات بقيس كده ادي 7.5 وبعدين اروح واخد من هنا كده 3 ها لحد ايه لحد هنا كده تمام كده يبقى هو كده الايه هو ده مركز مركز الايه مركز السيقل نقطة تقاطع الايه الخط المنقود دوت مع محور التماسل هو ده نقطة مركز السيقل هو ده نقطة مركز الايه مركز السيقل ويمكن بقى تسمية احداثي مركز السيقل هنا بالسين والصاد بزوج مرتب كده من السين والصاد اللي هو ايه بقى سين هتساوي 10.5 سنتي وصاد بتساوي 5 سنتي طب انا عرفت منين النصاب بتساوي 5 سنتي من محور التماسل مش محور التماثل ده اللي بيقسم الشكل ده موجود في نص العشرة سنتي لو عرض المستطيل في نص عرض المستطيل يعني نص العشرة يعني خمسة سنتي يبقى خمسة تمام ده اللي بيمثل الايه بيمثل الصان والعشرة ونص اللي هو بيمثل الايه بيمثل السين يبقى عادي الزوج المرتب اللي بيمثل احداثي مركز السقل ها ببعده في بعده عن ايه عن النقطة ايه طيب تعال نشوف لما اجا اتعامل مع مركز السقل بالحجوم وعايز اقول لكم هنا وانا بتعامل مع مركز السقل بالحجوم الفكرة واحدة زي ما اكون بتعامل معا بالمساحات الفكرة واحدة ازاي يعني هستبدل المساحة بالحجم واقول ان الحجم ده هو اللي بيمثلي وزن او سقل الجسم واقول حجم كل شكل سواء كان مربع كان مستطيل كان دايرة او كان كرة يعني تمام حجم كل شكل هنا بقى هيبقى متوازم السطيلات هيبقى مكعب تمام هيبقى هرم تمام كل دوت هنبدأ نقوله ايه نقوله بالحجم واستخدم هنا الحجم واقول هنا الحجم في بعد مركز سقل الشكل عن ايه عن النقطة اللي انا باخد عندها العزوم طيب تعالا ناخد كده مع بعض ونشوف ونبص كده مع بعض على آآ آآ الشاشة بنقول هنا لما اجي عين مركز سقل الاشكال المجسمة اول حاجة بعملها في جميع المسائل برسم المسألة رسم واضح تمام بحيث ان حتى لو المسقط الايه لو المسقط بتاع المسألة وبعدين احدد لو كان في محور تماثل ها او ايه او مفيش لو فيه برسم محور التماثل ومحور التماثل ده قلنا هو الخط اللي بيقسم الشكل الى جزئين متماثلين جزئين متماثلين طيب نمرة اتنين بقسم الشكل الى عدة اشكال يعني باخد الشكل اللي هو الايه اللي على بعضه ده بقسمه الى عدة اشكال هندسية معروف مركز سقلها طيب عندي مثلا الاشكال مثلا عندي المكعب متوازن المساطلات الهرم المخروط وهكذا دي الاشكال الايه اللي بتبقى مجسمة اللي موجودة عندي والاشكال دي هي اللي انا بقسم الشكل الى ايه الليها بحيث ان يكون عندي كل شكل معلوم مركز سقلو موجود فيه رقم تلاتة بحدد محاور اخذ العزوم سواء محور رأسي او محور افقي المحور الرأسي الموجود عندي محور الرأسي الموجود عندي ها هو اللي احنا بنقول ايه اللي احنا بنقول بنقول بنبعد عنه يعني بعد على السنات والمحور الافقي الموجود عندي هو اللي انا برضو ببعد عنه يعني بعد على الايه على الصدات طيب وطبعا يستحسن ان يكون المحورين دول على احد حواف او على احد نهايات او اطراف الشكل بحيث يسهل ايه يسهل اخذ العزوم عند ايه عند ايه هذه المحاور طيب بعد كده ببدأ اعين مركز لكل شكل مركز ثقل لكل شكل وبحدد بعده او بعده عفوا عن محور العزوم بحدد بعده بعده عن محور ايه محور اخذ الايه باخذ العزوم وبعدين بحسب حجم بحسب الايه حجم الشكل وبعتبر ان الحجم ده هو اللي بيؤثر عند المركز المتوسط يعني الحجم ده هو الايه هو الوزن بتاعي واحسب حجم الشكل كله حجم المحصلة كلها بتاع الشكل كام شكل ماقول عندي اتنين تلاتة بحسب حجمهم كلهم واقول بقى ان ايه ها الحجم ده بتاع الشكل ده كله مضروب مرة في سين ومرة في صاد بحيث ان انا اعمل ايه بحيث ان انا اجيب بعد مركز الثقل عن المحور سين مرة وبعد مركز الثقل عن المحور صاد مرة بعد كده بحدد او بحسب عزم كل شكل زي ما قلنا على حدة في بعضه على ايه على محور اخذ العزوم يعني يبقى عزم الشكل كله تمام بيسوي حجم الشكل الموجود عندي في بعض مركز الثقل بتاعه عن نقطة اخذ العزوم او عن محور اخذ العزوم وبحسب عزم الشكل كله محصلة في ايه حول محور الايه محور العزم كالادي بيبقى عزم الشكل كله عندي عزم الشكل بتاعي كله لو اجمال الحجوم حجم الشكل كله في بعض مركز الثقل المتوسط بعض مركز الثقل الايه المتوسط عن ايه بعض مركز الثقل ببعد عن ايه بعض عن محور اخذ العزوم طب الشكل اللي قدامي ده بيوضح لي مجموعة من الاشكال ومركز الثقلها موجود فيه الشكل اللي قدامي او مجموعة الاشكال اللي موجودة عندي عندي المكعب المكعب طبعا الحجم بتاعه طول الضلع في نفسه في نفسه لان مجموعة الاطوال بتاعته ايه متساوية فيبقى الطول في العرض في الارتفاع طول في العرض في الايه في الارتفاع او في العمق طب بعض مركز الثقل هو نقطة طلاقي اقتاره الداخلية نقطة طلاقي الاقتار الايه الداخلية يبقى انا لو رسمت هنا مسقط رأسي للمكعب ده هلاقي ان بعد مركز ثقل هو نقطة طلاقي الايه القطرين على الايه على احد الاضلع في مسقط الرأسي طيب شكل التاني متوازل مستطلات متوازل مستطلات حجمه بيساوي الطول في العرض في العمق ها الطول اهو في العرض في العمق تمام كده او الارتفاع تمام طب نقطة مركزه او مركز ثقله بتبقى موجودة فين هي نقطة برضو ها نقطة التقاطع او طلاقي الاقتار الداخلية تمام يبقى برضو عند اي مستطيل فيه لو انا بحسب ايه بحسب الشكل ها او انا رسمت الشكل مسقط الايه الرأسي بتاعه هلا ايه هو نقطة التقاطع الايه القطرين طيب المنشور منشور القائم المنشور القائم حجمه بيساوي مساحة القاعدة في الارتفاع فلو عندي المساحة عندي عبارة عن مسلس يبقى مساحة مسلس لو مربع يبقى منشور رباعي ومساحة مربع لو مخمس يبقى مساحة مخمس وهكذا طيب المنشور السلاسي الموجود عندي ده ها مركز ثقل بيبقى موجود فيه مركز ثقل هو المحور تمام محور ايه محور الواصل بين بين ايه بين مركز ثقل الشكل او القاعدة العليا والقاعدة الايه والقاعدة الايه السفلة تمام كده على المحور الايه المحور الواصل في منتصف في منتصف ها هذا الايه هذا المحور يبقى المحور اللي بيصل مركز السقل القاعدة بتاعت الايه بتاعت المنشور عندي العليا ها بوصلها كده يعني اجيب مركز سقل الايه القاعدة دي وبعدين اوصلها بمركز سقل القاعدة السفلية اللي تحت في منتصف بقى منتصف بقى المسافة دي تمام او منتصف الايه المحور اللي انا عملته ده ما بين الايه ما بين مركزين القاعدتين في منتصفه هلاقي مركز ثقل المنشور الموجود عندي طيب شكل بعد كده الاستوانة والاستوانة عندي زي ما قلنا هي دايرة قاعدتها العليا ودايرة قاعدتها السفلة يعني في الحالتين عندي دايرتين أو في القاعدتين عندي دايرتين حجم الاستوانة بيسوي ايه؟ مساحة القاعدة في الارتفاع طيب مساحة القاعدة في الارتفاع دا حجم الاستوانة طب مركز ثقلها بقى زي ما قلنا قبل كده تحدد ساعتك مركز ثقل الايه؟ الدايرة اللي فوق لها نقطة ايه؟ نقطة مركزها ومركز ثقل الدايرة اللي تحت لها برضو نقطة مركزها والخط الواصل ما بين مركزين الدايرتين في منتصفه بالزبط هو دا مركز ايه؟ مركز ثقل الاستوانة طيب نيجي نشوف بعد كده شكل الهرم شكل الايه؟ شكل الهرم الهرم حجمه بيساوي ايه؟ بيساوي تلت مساحة القاعدة في الارتفاع تلت مساحة القاعدة في الايه؟ في الارتفاع طيب ويقع بعد او يقع مركز ثقل على بعد ايه؟ على بعد ها؟ ربع الارتفاع من القاعدة ربع الارتفاع من الايه؟ من القاعدة يبقى الارتفاع الواصل ما بين الهرم رأس الهرم اللي فوق وما بين مركز الايه؟ مركز القاعدة اللي تحت اشوف كده ارتفاعه قد ايه؟ واحسب ربعه من القاعدة ربعه من الايه؟ من القاعدة يبقى بديه كده ومنطقي ان تلت تربعه من الايه من الارتفاع لو انا احسبه من الارتفاع يبقى تلت تربعه من الايه من الارتفاع تمام؟ طيب برضو بعض الاشكال اللي موجود هنا واللي عايزين برضو نأكد على مركز ثقلها انا عندي نص الكرة نص الكرة مركز السقة البتاعها بيساوي تلاتة على تمانية نق من ايه من عند القاعدة بتاعت نص الكرة دي يعني من عند ايه من عند القطر طيب وخمسة على تمانية نق من اين من ايه من المحيط طيب نيجي بعد كده المخروط المخروط اللي عندي مركز سقلو بيبقى ربع الارتفاع من عند القاعدة وتلاتة ربع الارتفاع من عند الايه من عند الرأس نقول تاني ربع الارتفاع مركز سقل المخروط ربع الارتفاع من عند القاعدة وتلاتة ربع الارتفاع من عند الايه من عند الرأس طيب الكرة الكرة مركز ثقالها هو نقطة المركز الهندسي اللي بيبقى موجود في ايه في جوة ها بداخل ايه بداخل الكرة طيب الكلام ده علشان اه نقوله او علشان نبدأ اه اه نترجمه الى ارقام و الى مسائل تعال ناخد مسألة وتشوف التحل ازاي وزي ما قلنا كده هنبدأ زي ما ايه زي ما قلنا هنستبدل المساحات اللي انا كنت بجيب بيها مركز ثقال في الايه في الرقائق المعدنية هستبدلها بحجوم الايه بحجوم الاكسام والمجسمات طيب مثال بيقول لي ايه بيقول لي جسم بيتكون من استوانة قطرها ستة سنتي استوانة قطرها كام ستة سنتي فانا هرسم هنا الاستوانة المسقط الرأسي بتاعها هيبقى من مستطيل يبقى ستة سنتي هو القاعدة بتاعتها القاعدة العليا والايه والسفلة وارتفاعه او ارتفاع الاستوانة ارتفاعها اتناشر سنتي وضع على احد نهاية الاستوانة مخروط ارتفاعه تمانية سنتي طبعا قاعدة المخروط هي نفس نفس قطر قاعدة الايه قاعدة الاستوانة فاذا كان قاعدة الاستوانة ستة فيبقى برضو قاعدة المخروط ايه ستة سنتي فبيقول لي اوجد بعد المركز عن الايه عن القاعدة عايز بعد مركز ثقة للايه ثقة للشكل عن القاعدة طبعا بعد ما برسم الشكل اللي قدامي ده من المسألة ببدأ اقول هل فيه محور تماثل للشكل ولا لا فيه محور تماثل للشكل ده تقريبا نفس الشكل اللي احنا خدناه في الايه في المثال الايه في المثال السابق تمام كده بس هنا بالمحيط هناك كان بالايه كان بالمساحة تعالا نشوف كده محور التماثل ده هيقسم لي الشكل الى اتنين فيبقى سهل جدا اننا نجيب عزم الايه عزم الاشكال كلها على ايه على محور واحد اللي هو قالب به اقول هنا مركز ثقل بيبعد قد ايه عن قالب به طيب تعالا نشوف مسألة اول مسألة اول حل المسألة بقول حجم اول شكل عندي حجم الاستوانة حجم الاستوانة بيسوي ايه قلنا مساحة القاعدة في الارتفاع يعني طه نقطر بفعين يعني بيساوي طه في ثلاثة في ثلاثة في اتناشر يعني بيساوي كام يعني اتنين وعشر على سبعة في ثلاثة في ثلاثة في اتناشر يعني بيساوي ايه يا جماعة هيساوي تلتمية تسعة وتلاتين واربعة من عشرة سنتيمتر مربع طب بعد المركز بتاع الايه بتاع بتاع الاستوانة دي بعد مركز ثقل ثقلها عن القاعدة قالب به كام هيساوي ستة سنتي ستة ايه ستة سنتي ساعتك كده لو جبت كده قطرين هم تمام القطرين دول ها هي ايه هيطلقوا في نقطة والنقطة دي بتبعد عن الايه عن المحور قلب به ده لانا هياخد عنده العزوم ستة سنتي تمام تاني شكل موجود عندي هو المخروط حجم المخروط بيساوي ايه قلنا بنقول ايه حجم المخروط تلت مساحة القاعدة في الارتفاع طب مساحة القاعدة بتساوي ايه دايرة يعني طهنق تربيع يبقى تلت في طهنق تربيع في الارتفاع يعني ها تلت في طه في تلاتة في تلاتة لو نق تربيع في الارتفاع تمانية عندي كله اللي ارتفاعه يعني بيساوي كام خمسة وسبعين واربعة من عشرة سنتيمتر مكعب يبقى عندي حجم الاسطوانة طلع بكم طلع حجم الاسطوانة 339 و 4 من 10 سنتيمتر مكعب ويبعد مركز ثقالها 6 سنتي عن المحور قلب ب وحجم المخروط طلع 75 و 4 من 10 ويبعد محور مركز ثقال المخروط عن المحور قلب ب تعال كده نشوف كم احنا كنا بنقول ايه بالنسبة لمركز ثقال المخروط ربع الارتفاع من عند القاعدة فاذا كانت القاعدة هنا هي قدامي هي بتاع المخروط والارتفاع عندي 8 يبقى الربع كام ربع 8 2 طب 2 لحد ايه لحد اول الاسطوانة وعند 12 بقيت المسافة لحد قلب به يبقى 12 و 12 14 سنتي 14 ايه ونبدأ نحل المسألة بنقول كده الحجم الكل المسألة بيساوي ايه حجم الكل المسألة بيساوي حجم ها المخروط زائد حجم الاسطوانة حجم الاسطوانة قلنا 339 و 4 من 10 زائد حجم المخروط 75 و 4 من 10 يعني بيساوي حجم الشكل كله 414 و 8 من 10 سنتي متر مكعب طيب ناخد بقى العزوم حول الايه حول المحور قلب به او حول القاعدة قلب به اول شكل عندي كام لو حجم الاسطوانة 339 و 4 من 10 في بعد مركز ثقالها عن المحور قلب به كام 6 سنتي بعد كده بنقول حجم المخروط 75 و 4 من 10 في بعد مركز ثقاله عن القاعدة كام قلب به ها 14 سنتي يعني كل ده بيساوي لي بقى كام هيساوي 414 و 8 من 10 سين في سين ليه في سين لاني بعد على ها او بابعد عن المحور صاد طيب ما بابعد على المحور صاد يبقى بعد على المحور سين على المحور ايه سين تمام كده يبقى انا بابعد عن المحور صاد يبقى انا بابعد على محور السينات لو بابعد عن محور السينات يبقى أنا بعيدة على محور الصدات لأ أنا هنا يا ابعد عن محور الصدات يبقى هعدة على محور السينات يبقى لما جهد ربقى ربعمائة واربعتاشر وثمانية من عشر في سين طيه كمي المسألة يبقى أنا يساوي ايه بقى يا جماعة هيساوي 2036 واربعة من عشر زائد 1055 وستة من عشر كل ده بيساوي ربعمائة واربعتاشر ربعمائة واربعتاشر ايه وتمانية من عشرة سين طيب ناتج ناتج الجمع بتاع الرقمين دول هيساوي تلات تلاف اتنين واتسين تلات تلاف اتنين واتسين بيساوي ربعمائة واربعتاشر وتمانية من عشرة سين يبقى سين بتساوي ايه سين هتساوي تلات تلاف اتنين واتسين على ربعمائة واربعتاشر وتمانية من عشرة يعني سين هتساوي سبعة ونص سنتي يبقى انا هبعد عن المحور ألف به كام سبعة ونص إيه ونص سنتي يعني إيه الكلام ده يعني إيه الكلام ده هبعد عنه إزاي سبعة ونص سنتي يعني هقيس كده من أول إيه من أول ألف به هقيس كده سبعة ونص سنتي سبعة ونص إيه سبعة ونص سنتي يعني تقريبا هتبقى في في المسافة دي كده أقدر أقول إحداثي مركز ثقل بيسوي إيه عندي سين بيسوي سبعة ونص وعندي صاد يسوي نص الستة دي يعني كام تلاتة يعني كام تلاتة يبقى سبعة ونص سين وصاد بيكام بتلاتة سنتي كده أبقى أنا حليت حليت المسألة عن طريق الحجوم طيب لو أنا عندي التعامل مع مركز الثقل بالوزن التعامل بالوزن أسهل بكتير ليه أسهل بكتير لأن أنا عندي المساحات كنت بعتبرها وزن والحجن كنت بعتبره وزن أما يجيب لي الوزن خلاص هو ادالي الوزن أنا مش هعتبر حاجة هاخد الوزن إيه اللي هو مدهولي وابدأ أقول في بعد مركز ثقل الشكل بوزنه عن عن المحور أنا بأخد عنده عنده العزوم يبقى سهل جدا بالنسبة للوزن المسألة أبسط إيه أبسط من اللي فاته طيب أبسط من المساحات وأبسط من الحجوم تعال نشوف فيقى هناخد إيه هناخد إزاي أو نجيب مركز ثقل إزاي الشكل بالنسبة للوزن أو بالوزن بوزن الشكل مثال اللي قدامي بيقول لي الشكل الموضح جسم بيتكون من استوانة وزنها ثلاثة كيلو نيوتر ماشي وزن الاستوانة دي ثلاثة كيلو نيوتر ومخروط وزنه اتنين كيلو نيوتر والمطلوب إيجاد مركز ثقل مركز ثقل لإيه؟ الجسم ها؟ علما بأن إيه بقى الاستوانة ارتفاعها عشرين سانتي تمام عظيم ها؟ وإيه تاني ها؟ والمخروط برضو ارتفاعه عشرين سانتي تمام عظيم احنا بنجيب الارتفاع بتاع الاستوانة والارتفاع بتاع المخروط ليه؟ علشان أحسب بعد مركز ثقل الشكل عن ها؟ عن إيه؟ عن القاعدة فلازم أعرف المسافة قد إيه؟ يبقى أنا نقول هنا بقى الجسم متماثل حول محوره لأن الجسم فعلا لو أنا عملت فيه كده ها؟ خط كده تماثل هلاقيه فعلا متماثل طيب الجسم متماثل حول محوره زي ما أنت شايفه قدامك وزن الاستوانة كان كام؟ كان ثلاثة كيلو نيوتر ويؤثر ها؟ وزن الاستوانة ده في مركزها اللي هو ميم واحد المركز اللي هو إيه؟ ميم واحد واللي بيقع في منتصف محور الاستوانة ويبعد عن الإيه؟ عن المحور قلب بيه مسافة عشرة سنتي المحور قلب بيه اللي هو هنا هو مسافة إيه؟ عشرة سنتي عشرة سنتي اللي هي إيه؟ نص ارتفاع الاستوانة تمام؟ ها؟ شكل التاني وزن المخروط وزن المخروط قد إيه؟ وزن المخروط عندي اتنين كيلو ويؤثر مركز ثقله أو يؤثر وزنه ده في مركز ثقله اللي هو فين بقى؟ اللي هو ميم اتنين اللي هو بقى بيمثل إيه؟ بيمثل ربع الارتفاع من عند الإيه؟ من عند القعدة هايوا واللي بيقع على إيه؟ على محور التماسل وعلى بعد خمسة سنتي من الإيه؟ من قعدة المخروط وزن الجسم كله هيسوي إيه؟ هيسوي ثلاثة زائد خمسة كيلو هنفرض إنه هو بيؤثر في نقطة ميم واللي بتبعد سين عن القعدة اللي هو قلب بيه هناخد العزوم حوالين قلب بيه لما أخد العزوم حوالين قلب بيه سهلة جدا بقى كده تحلت تعتبر ها؟ نقول إيه؟ هنقول أول حاجة عندي لها خمسة كيلو واجمالي وزن الشكل كله خمسة كيلو في سين بيساوي شكل الوزن الشكل الأولاني كان وزنه كام كان ثلاثة في بعض مركز ثقاله عن قلب بيه لها نصر العشينا عشر طب الشكل الثاني كان وزنه اثنين في بعض مركز ثقاله عن قلب بيه كان خمسة وعشرين يبقى سين بتسوي كام سين هتساوي ها؟ اجمالي الرقم ده اللي هو 3 في 10 زائد 2 في 25 بـ 80 على الخمسة يعني بيساوي 16 سنتي يبقى اذا مركز ثقل الجسم بيقع على محور التماسل وهيبعد عن القاعدة قالب به بيكان بقى ب 16 سنتي طيب قال لي بالنا اهمية مركز ثقل بتنبع من ان هو يعني بيخش في حاجات كتيرة قوي من شغلنا عايز اعمل لوحة اعلانات عايز اعلقها في الطريق عايز اعلق خمات بالونش عايز اعمل لمبادير عايز اعمل عندي عفوا اي شكل من الاشكال اللي انا ببدأ اصنعها عندي في قسم في الصناعات المعدنية الحاجات دي كلها لازم اعرف مركز ثقلها علشان ابدأ ابدأ احط ايه احط في اعتباري وانا بعمل الشكل والتصميم بتاعي ان مركز الثقل هيبقى هيبقى ايه هيبقى متوازن والايه والجسم عندي مش ايه مش هيوقع اه الحلقة وقت الحلقة خلص وان شاء الله بازن الله نكمل مع بعض المرة اللي جاية وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هنكمل برضو مركز الثقل بس بشكل تاني مختلف اشكركم واشكر فريق الاعداد والاخراج شكرا واتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتم باذن الله شكرا السلام عليكم